معنا الآن مشاهدين الكرام الأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة طبعا جامعة الشارقة أستاذ ماجد سلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله وبركاته حياك الله أستاذ الكريم حياك الله معنا الله يبارك فيك سلمك أعطيك العافية أستاذ طبعا قبل كم من يوم جتنا رسالة من إحدى الخوات أو الطالبات يعني تمثل نفسها ويمكن تمثل غيرها من الموظفة بالأحرى نعم يقول الأخ خالد يطالب بتوفير حضانات في كل كلية حضانات للموظفات أو حتى للطالبات ما أدري يعني الفكرة في كل كلية حسب الاحتياجات في جامعة الشارقة ونحن قرأنا الرسالة ووصلناها لكم وبالتالي أنتم عندكم رد في ما يتعلق بهذا الموضوع تفضل السيد ماجيب نعم بالنسبة للحضانة الحضانة موجودة في جامعة الشارقة تقريبا من 2004 ما شاء الله نعم وهي موجودة في الحرم الجامعي نعم وتستوعب ما يقارب 84 طفل يعني ما شاء الله ونحن طبعا نقبل جميع الأبناء الموظفين وعضاء التدريس عندنا وهم يمثلون ما يقارب 50% من عدد الطلاب فنضطر مرات أن نأخذ ناس حتى من خارج الجامعة ما شاء الله ما شاء الله فما أعتقد أن في الجامعة في نقص في أدد المقاعد الموجودة في الحضانة أولا وثاني شيء نحن عندنا ما يقارب 14 كلية والـ 14 كلية مبصولين في الطلاب وفي الطالبات فنضربهم في 2 تقريبا فهذا بيكون مستحيل لأننا نسوي في كل جهة حضانة إلا إذا مثلا نمتلك الحضانة عندنا فممكن نحن نفكر في هذا الموضوع أن نبني مكان ثاني قريب أكثر يعني يعني إلى الآن يعني تعتبر الحضانة مش ممتلئة؟ لا مش ممتلئة يعني تقدر تستوعب أكثر يعني عدد من الأبناء نعم نقدر نستوعب يعني ما يقارب بعد فنقول 40 طفل إذا حد يحتاج ونحن دائما نعلم للموظفين وعضاه التدريس اللي عنده أبناء يبغي سجلهم للفصل القادم أو للسنة القادمة التسجيل والأولوية إلهمهم بعد ما نخلص التسجيل والأولوية نحن ناخذ طلبات التي لدينا من خارج الجامعة وحتى الرسوم نحن نسوي لهم يعني رسوم مخططة لليونة من داخل الجامعة والحضانة غير ربحية طبعا يعني ممتاز ممتاز يعني سعاتك بالنسبة طيب للطالبات مثلا فيه ممكن يكون طالبات متزوجات وعندها أبناء هل بالإمكان بعد يسجلن عيالا في الحضانة؟ أكيد حتى الإعلان يوصل حق الطالبات للموظفين اللي في الجامعة كلهم ممتاز ويعاملون الطالبات أفوان نفس الموظفين يعني لهم سعر خاص يعتبرون يعني كادر من كوادر الجامعة نعم لأن هذا أصلا لما تأسست الحضانة تأسست أنها تكون خدمية للموظفين والعملين بالجامعة والطالبات ما شاء الله ممتاز أستاذ الكريم طيب وين حاطين أنتم مكان الحضانة؟ هل يعني مكانها متناسب مع حجم جامعة الشارقة؟ ما شاء الله أنتم يعني امتداد جامعة الشارقة من المدخل المدينة الجامعية إلى الجامعة الأمريكية امتداد يتعدى يمكن الكيلو أو كيلو وين حتى؟ نعم وإذا تحسبها بهذه الطريقة هي تعتبر في الوسط في الوسط ما شاء الله يعني تقريبا بين سكنات عضائي التدريس في الوسط نعم قريبا من بوابة خارجية للموظفين اللي يدخلون منها فأي موظفي يقدر يدخل من البوابة هذه يكون قريب عليه حتى على العمل يعني يخطط اللعاب وكذا فأنا يعني مستغرب أنه في طلبات أن نفتح زيادة نحن إذا كتملت أدنى الأعداد من داخل الجامعة بالعكس نحن ممكن نتوسع ممكن ناخذ أفكار ثانية نفتحها في كليات قريبة من بعض فهذا جائز ولكن إذا كان فيه طلب لهذا الشيء طلب يعني أنت مثل ما ذكرت نعم نحن نتكلم أيضا من ناحية أمنية للأطفال الموقع يكون مناسب لهم يعني ما يكون فيه ناس شايرين رادين على الحضانة فيكون لهم خصوصية أكثر حتى في الدخول وخروج السيارات التي يعني حتى نحن بعدينها حتى مواقف السيارات يعني ممتاز 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 يعني بارك الله فيك وضحت الإجابة بشكل ممتاز وما عندك مانع لبناء حضانة أخرى لكن المسألة مرتبطة بالطلب والحاجة من قبل الموظفين أو الطالبات نعم صحيح وإذا أيحد عنده يعني ملاحظات أو يعني نحن نطور من هذه الحضانة أو فيه شيء ممكن يراجعونها يعني ببانا مفتوحة لهم طبعا أي وقت هذه الموظفين يعني أسرة وحدة نحن نعتبرنا في السناعة طيب بارك الله فيك سعدة الأستاذ ماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة شكرا جزيلا لك كنت متحدثة مع نبرنا الخطن الباشر شكرا شكرا بارك الله فيك سيد الكريم شكرا